اشتركوا في القناة حياكم الله وإيها المشاهدون الأكارم وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جند الرحمن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حلقة نافعة وأن يبارك فيها نكمل ما بدأنا به من الآيات الكونية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن تكلمنا عن قوله تبارك وتعالى في الحلقة الماضية والأرض وضعها للأنام أي مهدها وجعلها للأنام يعيشون فيها الأنام الإنس والجن وقيل الإنس وقيل الإنس والجن والحيوانات كلهم يطلق عليهم أنام الله تبارك وتعالى مهد هذه الأرض وجعلها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمل الفاكهة تلك الأشجار التي تخرج الفاكهة هذه الأشجار التي جعلها الله تبارك وتعالى وخلقها ونوع في ثمراتها حتى يأكل منها الإنسان ويأكل منها كذلك الحيوان والأرض وضعها للأنام في هذه الأرض فاكهة والنخل ذات الأكمل الفاكهة معروفة أما النخل والنخل كذلك معروف أما ذات الأكمام أي ذات الأكمام التي هي الأوعية التي تكون فيها الثمر هذه تسمى أكمام الله تبارك وتعالى جعل نخلا ذات أكمام أي ذات أوعية يخرج منها الثمر حتى يأكل منه الإنسان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة حدائق البساتين ذات بهجة أي ذات منظر حسن ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أتجعلون عدلا مع الله تبارك وتعالى أتجعلون ندا لله تبارك وتعالى وهو الذي بيده ما ذكر عز وجل لا يستطيعه إلا هو أإله مع الله بل هم قوم يهدلون أمن جعل الأرض قرارا جعلها ممهدة يستقر فيها البشر يستقر فيها الناس أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا جعل فيها أنهارا يشرب منها الناس وكذلك يشرب منها الدواب كما قال تبارك وتعالى كُلُوا وَرْعَوْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا ذاك في الطعام وهذا في الشرام وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل فيها رواسية وهي الجبال وجعلنا الجبال رواسي والجبال أوتادا أي وتد يثبت الأرض وجعل فيها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا ونكمل معنى هذه الآية ولكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر قل الله عز وجل أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل فيها رواسية أي جبالا أوتادا تثبت الأرض بأمر الله تبارك وتعالى حتى لا تطلب بأهلها وجعل فيها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أي فاصلا لا يختلط ذاك بهذا لا تختلط الأنهار بالبحار أبدا وهذا من حكمته تبارك وتعالى إذ لو لم يجعل المولى عز وجل هذا الحاجز وإن كان هذا الحاجز حاجزا غير مرئي أبدا لا نراه بأعيننا ولكننا نستشعره من خلال التأمل والتفكر كيف لا يختلط ماء البحر المالح مع ماء النهر العذب هذا دليل على وجود هذا الحاجز ولذلك يقول الله تبارك وتعالى كما سيأتي معنا في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغي عنه أي لا يبغي أحدهما على الآخر وهو الذي جعل هذا الأمر عز وجل بحكمته وبإرادته وبقدرته لا يقدر على ذلك إلا هو عز وجل وجعل خلالها أنهارا وجعل فيها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أتريدون أن تجعلوا إلها مع الله تبارك وتعالى بعد هذا كله هذا كله من الكفر به عز وجل ومن جعل الأنداد له تبارك وتعالى مع كونه عز وجل خلق كل هذا والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان الحب ذو العصف والريحان الحبوب ذو العصف أي التي كالبر وكالشعير والريحان الريحان هو تلك النبتة ذات الرائحة الطيبة وهذه يعني هي معروفة الريحان من أجمل النباتات من جهة رائحتها فإما أن يراد بالريحان هاهنا نبتة الريحان أو أن يراد بهذه الحبوب ذات الرائحة الطيبة على القراءتين لأن عندنا قراءتان في هذه الآية والحب ذو العصف والريحان أي والحب ذو العصف وكذلك الريحان الذي خلقه الله تبارك وتعالى وهو الحب أو والحب ذو العصف والريحان أي أنه ذو رائحة طيبة يعني متعلق بالحب فالحب ذو رائحة طيبة أو أن يكون المراد بالريحان وهي نبتة الريحان المعروفة وكل المعنيين صحيح لا إشكال فيه لكون القرآن نزل بكلتا القراءتين فعلى القراءة الأولى كما ذكرنا والحب ذو العصف والريحان الريحان أي الحب ذو الرائحة الطيبة أو والحب ذو العصف والريحان أي النبات الذي هو الريحان ذو الرائحة الطيبة إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا على أمن لقائبكم في الحلقة المقبلة بحول الله تبارك وتعالى وقوته إلى ذلكم الحين أترككم في حظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة